السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مرة تانية بقناة My Own Teacher اليوم رح نحل تمرين and approach towards the past اللي هي درس الانديان social studies لgrade 6 طبعا قبل ما نبدأ حل التمرين بذكركم ما تنسوا تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل أو all عشان يوصلكم كل جديد خلينا نبدأ بالإكسرسايز أول سؤال معانا اليوم في الملتبل choice knowledge that is gained from the study of the past is called knowledge العلم اللي بنتعلمه أو بنخصل عليه من دراسة الماضي شو هو طبعا أخذنا قبل هيك اللي هو history old buildings which have historical importance are called قلنا اللي هي النصب التذكارية نتذكر اللي هي monuments تمام؟ نيجي للسؤال اللي بعدي fill in the plants we can know about prehistory through اللي بيتذكر طبعا من خلال علم الآثار اللي هو رح نكتب arcology arcology تمام؟ السؤال اللي بعده the period for which written records are available is called طبعا نعرف شو هي الperiod اللي فيها written records رح تكون history تمام؟ درسناها مع بعض السؤال الثالث السؤال الثالث اللي هو archaeological sources are هذه النقطة ركزنا عليها وقلنا are direct يعني مش ممكن أي حد يغيرها تمام؟ right things that are not religious are known قلنا وشرحنا إنه فيه نوعين من المصادر التاريخ قلنا النوع الأثري والنوع الأدبي فالنوع الأدبي قلنا فيه نوعين أدب علمي وأدب علماني وشرحنا إنه العلماني اللي هو secular هو اللي not religious مزبوط؟ هلأ رح ننتقل على السؤال true or false تمام؟ ونشوف معانا أول وحد coins are valuable source of information صح؟ ولا خطأ؟ coins are valuable source of information طبعا قرأناها وشرحناها في page 8 في الجزئية اللي بتتكلم عن الcoins وشرحنا إنها it's a source of valuable information long ago يعني in the past يعني in the history people wrote using paper and pen حال هذا صحيح؟ أكيد لا ما كانوا بيستخدموا الألم والورقة وبدليل إنه كان في عندهم أنواع مختلفة من بحاء الأشجار وكان يفتبع الصقور ويستخدموا النقوش إنديكا قرأنا في page 9 في الفقرة اللي كانت بتتكلم عن التraveler's account وقلنا ميجا سنتس هو اللي كتب إنديكا سهادي كمان false monuments provide important information regarding our heritage monuments النصب التذكارية كلمنا عنها هون تعطينا معلومات وافرة عن الإرث طبعا صحيح رح ننتقل للصفحة اللي بعدي السؤال اللي بعده مرة تعني multiple choice نختار الإجابة صحيح فراغ is the period of human development when writing had not been invented الآن إحنا لما أسمنا history قلنا في history في prehistory الprehistory قلنا قبل الكتابة يعني it's the period of human development when writing had not been invented سو الجواب عنا رح يكون هون الprehistory هو الجواب الصحيح تمام الرتن ريكورد انغريف انغريف انتقل الكوبر بلات و كلي تابلت كمان تكلمنا النقوش النقوش اللي هي سميناها ان scriptions تمام هلا بنا ننتقل على short answers what is the difference between prehistory and history اللي هي المقارنة بين history والprehistory الفرق what is the difference between prehistory and history اول شيء prehistory period of human development والhistory period of human development there is no difference تاني تاني نقطة writing بالنسبة لل prehistory جاوبناها كمان في multiple choice قبل شوية writing system was not developed writing system was not developed ما كان في كتابة في history writing system was developed النقطة التالتة او بالاحرى التانية لانه الاولانية لا تعتبر difference هذا طبعا احنا منجيبه من النوت تبع التيتشر لحتى نحفظ او نعرف معنى الاسئلة والاجوبة اللي المس عطيهم في النوت no written records of this period يعني بالنسبة للprehistory ما عنا written records لهديك الفترة الhistory written records are present in history تمام فعليا المقارنة هم من نقطتين prehistory writing system was not developed no written records of this period الhistory writing system was developed written records are presented in this history فينا نذكر كمثال المانوسcripts بالنسبة للprehistory فينا نذكر الأمثلة اللي هي الinscriptions وال sorry وال coins وال monuments تمام نرجع للأسئلة ونشوف السؤال اللي بعده what are monuments what do we get to know from them what are monuments what do we get to know from them كمان موجود السؤال بالnotes تابع teacher what are monuments كاتبة monuments are all buildings and all settlements what do we get to know from them مشروح the examples of monuments are old mosques tombs temples places monuments monuments help us to know about our past heritage l-earth التاريخ تمام إذن تعريف المونمت وشو بنقدر نعرف منهم السؤال اللي بعده من الكتاب كمان how did the northern plains influence the history of india طبعا شرحنا northern plains في الفقرة اللي تكلمنا فيها في part 4 فيديو الرابع عن الدرس وشرحنا فيها تأثير الموقع الجغرافي للهند على تاريخها وشرحنا السهول الشمالية كيف أثرت على تاريخ الهند خلينا نشوك الجواب how did the northern plains influence the history of india the northern plains river developed faster than any other part of the country these rivers were not only used for transportation but also as an important water resource they helped trade and agriculture to prosper شرحنا هذا الكنان في واللي هو بالنسبة للكتاب موجود عندكم طبعا في الصفحة رقم 10 الفقرة اللي في الآخر على sorry في أيوة في الآخر على اليسار northern plains وتكملتها في بداية الصفحة اللي بعدي عجها اليمين فيكو ترجعوا وتقرؤوا من هناك أو تحضروا الفيديو مرة تانية ورح تلاقوا الشرح بالتفصيل في الفيديو part 4 تمام رح نشوف السؤال اللي بعده طبعا هذول long answer questions خلينا نشوف كمان السؤال موجود في النوت تابعة التيتشر اللي هي how does the study of history help us by studying history we come to know about طبعا من خلال دراسة التاريخ نقدر نعرف عن ال-kings kingdom and leaders of the past الملوك والممالك والقادة من الماضي lives and activities of common men حياة وأنشطة الأشخاص العاديين past and the present الماضي والحاضر continuous development of men through art, agriculture and literature التطور المستمر للإنسان من خلال الفن والحضارة المعمارية الهندسة المعمارية والأدب the basic nature of the society القواعد الأساسية الطبيعة الأساسية للمجتمع wars and battles الحروب والمعارك هذه كلها أشياء بنقدر نتعلمها من التاريخ perhaps what is totally what is today will be history tomorrow جملة إغلاقية لإجابة السؤال نشوف السؤال اللي بعده معانا هون عنا how do historians find out about our past how do historians find out about our past السؤال ما أظن إنه موجود عندكم في النوت خلينا نحن نجاوب عفوا هو السؤال رقم 6 عندكم في النوت تابعة teacher طبعاً لما نقول النوت تابعة teacher نتكلم عن city school عندكم في السؤال السادس how do historians find out about our past history is a story about the past that is significant and true اللي هي القصة التاريخ أو التاريخ هو عبارة عن قصة عن الماضي فيها حقائق ودلائل historians study the past by interpreting evidence المؤرخين بيدرسوا التاريخ بيدرسوا الماضي من خلال الوقائع والدلائل historians gather information about the past through the following sources والطرق اللي بيجمع فيها المؤرخين طبعاً لأنه long answer question بدكم تشرحوا أد ما عندكم معلومات بدكم تحطوها هنشرح الأجزاء agriculture sorry archaeological sources والliterary resources وبتجاوبوهم بالتفصيل لحتى اتكملوا السؤال تمام رح نشوف السؤال اللي بعده رح حطلكم هاي النوتس كمان في description السؤال اللي بعده اللي بعده sorry write a short note on secular literature كمان بدوا ياكوا تكتبوا معلومات عن السيكيلر literature طبعاً وانتو بتجاوبوا هذا السؤال أهم شي لازم رح تلقوها موجودة بالنوتس طبعاً اللي أنا عاملالكم مع الفيديو اللي كنا بنكتبهم أثناء شرح parts 1 و 2 و 3 وموجودين في page 9 كمان السيكيلر literature وإحنا بنجاوب هذا السؤال لازم نتكلم عن historical accounts والbiographies والtravelers account لحتى تكون الجواب كامل السؤال اللي بعده what are inscriptions how do they help us to study the past هو السؤال برضه في الدوكيمنت اللي رح حكون حطلكم موجود الجواب تابعوا اللي هو في النوتس طبعاً city school inscriptions is something written by hand on walls caves or temples which act as an important historical evidence اللي هي الinscriptions النقوش هي عبارة عن نقوش أو نقوش موجودة على حوائط الغروف والمعابد والجدران مثل ما شرحنا عندكم موجودة كلها بالتفصيل في part 3 تمام وإيجابنا the idea of extent of kingship of particular king it tells us about important dates and important events تمام وهيك بنكون خلصنا أسئلة الكتاب تمام وبيكون خلص معنا الدرس وبنرجع بنقولكم لحتى تستفيدوا ويتابعوا معنا ارجعوا للأجزاء كلها وإحضروا الدرس كامل رح تلاقوا عندكم البلايليست part 1 و 2 و 3 و 4 والأسئلة كلها من الشرح موجودة تفصيلا فيكم تحضروا أهم شي تعملوا subscribe للقناة وتحضروا البلايليست كامل اختاروا اعملوا click على البلايليست وفيكم تحضروا كل الحلقات تبعة الدرس وفيكم تعملوا subscribe وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد شكرا لإلكم وإن شاء الله بيوصلكم الدرس الجديد بعد هذا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر